نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ندوى توعوية لعدد من المزارعين بمحافظة الشرقية تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية يأتي ذلك ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف للحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح والنهوض بها في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية وكذلك من منطلق حرصها على تطوير الزراعة ودعم صغار المزارعين نظم التحالف الوطني الندوة توعوية لعدد من مزارع قرية قطيفة مباشر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وذلك تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية مبادرة إزرع في مرحلتها الثانية اللي بتضم 16 محافظة للوصول لمساحة مليون فدان لخدمة 500 ألف من أهلينا المزارعين موجودين النهاردة انتهت المرحلة الأولى من توزيع التقاوي بنصف التفلفة الندوة تأتي ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف الوطني للحديث عن المعاملات الأولية للمحصول القمحة للنهض به من خلال لقاء مع المزارعين للتوعية بأهمية القمحة والتعريف بالمبادرة والخدمات التي تقدم لهم المبادرة بتوفر تقاوي المزارع بنصف التمن المبادرة في الفترة دي توفرت حوالي تقاوي لعشرين ألف فدان تم زراعتهم من محافظة شرائية المبادرة على مستوى الجمهورية في 16 محافظة في صدد منها تدخل في حوالي مليون فدان زراعة مليون فدان على مصالب المحافظة وسعيا لمناقشة تساؤلاتهم وحل مشكلاتهم تم الاستماع إلى المزارعين خلال الندوة مع التعرف على مدى استفادتهم من المبادرة استفدنا من المبادرة أننا أخذنا الأمع بمص سعر ويتابعونا طبعا الزراعة بيتابعنا وكان النهاردة للصد يزريمون معنا والناس كلها كانت موجودة بيسألوا أي استفسار على أي حيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية أطلق مبادرة إزرع في نوفمبر من عام 2022 تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تستهدف تحسين دخل مائة ألف من صغار المزارعين مع توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي